من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإرادات على التطبيق السليم للقيمة المضافة بكافة على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة على المنشآت التجارية قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإرادات بتفتيش 129 محلا ومنشآت تجارية في عدد من المناطق التجارية الحيوية وذلك للاطلاع على آلية التطبيق السليم للقيمة المضافة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة وقد تم خلال الحملات التفتيشية رصد 123 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية والتي قد تصل إلى 10 ألاف دينار بحريني وفقا لقانون القيمة المضافة إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات عدم الامتثال السليم لتطبيق القيمة المضافة وفقا لقانون القيمة المضافة والتي استوجبت غلق ثلاث محلات تحفظيا ودعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإرادات دعت المنشآت إلى الالتزام بتطبيق آليات المرحلة الانتقالية للقيمة المضافة والتعامل بكفاءة ووعي تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة من جانبه شدد الجهاز الوطني للإيرادات على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق داعيا المستهلكين وكافة المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوى عند ملاحظة أي مخالفات أو تجاوزات لقانون القيمة المضافة أو تطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز شكرا للمشاهدة